شبح فيروس كورونا يعود مجددا إلى العاصمة الصينية بيكين مع إغلاق سوق كبير وإعلان حالة طوارئ في عدة أحياء بها الإجراء جاء بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين مع تزايد المخوف من موجة ثانية من الفيروس إغلاق السوق الذي يعد واحدا من أكبر الأسواق في بيكين جاء بعد اكتشاف حالات إصابة به ما يرجح أن تكون هذه المنشأة بؤرة جديدة لفيروس كورونا إغلاق السوق دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي في مناطق عدة قريبة منه كما أعلنت السلطات كذلك إغلاق عدد من المدارس وتعليق الأحداث الرياضية والسياحية على الفور حتى إشعار آخر كانت الصين أول دولة انتشر فيها فيروس كورونا نهاية 2019 قد تمكنت من الحد من الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة إذ كانت معظم الإصابات من العائدين إليها من الخارج ونشدت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع معبرة عن قلقها البالغ من أن زيادة النشاط العام سيؤدي إلى انتشار الفيروس مجددا في الصين ترجمة نانسي قنقر